في هذا الفصل الثالث سوف نتطرق إلى نظام الإحداثيات الاستوانية الذي سيمكننا من دراسة حركة جسم جاسئ دوار وبالتالي تحديد سرعته الزاوية وتسارعه الزاوي إضافة إلى تحديد عزم القصور الذاتي لهذا الجسم وطاقته الدوارانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إذن شرح مقرر ميكانيكا 2 ونبدأ على بركة الله الوحدة الثالثة بعنوان الحركة الدوارانية مثل ما ينص العنوان سنختص بدراسة الحركة الدوارانية نحتاج في حياتنا العملية إلى تحديد موقع جسم ما في الفضاء سواء كان ساكنا أو متحركا ولتحديد موقع هذا الجسم فإننا نستعين بما يعرف بالإحداثيات التي يتم اختيارها على حسب الحركة المراد دراستها نظام الإحداثيات الاستوانية هو النظام الأكثر ملاءمة ليس الوحيد وإنما هو الأكثر ملاءمة لتحديد موضع نقطة ما على استوانة أو بصفة عامة لدراسة حركة دوارانية على استوانة إذن رح نشرح في هذه الشريحة نظام الإحداثيات الاستوانية حيث نريد أن نبحث عن المتجه أو أم الذي هو متجه الموضع إذن نقدر نسميه أيضا R والذي سوف يحدد موضع النقطة M على الاستوانة مثل ما أنا شايفين نقدر نسقط ماذا سنفعل سوف نسقط عموديا النقطة M على المستوي X Y ولتكن M داش إذن هذا المتجه الذي نبحث عنه متجه الموضع أو أم هو أم داش زائد أم داش أم وبالتالي إذا حددنا متجهات الوحدة U R و U Theta و U Z سواء كان عند النقطة M داش أو عند النقطة M بنفس الطريقة وليكن مقدار المتجه أو أم داش هو رو وبالتالي سوف نستطيع أن نكتب المتجه أو أم بما هو مثل ما قلنا أو أم داش سيكون رو في U R وم داش أم ليس سوى Z في U Z مثل ما أنا شايفين إذن الإحداثيات أو إحداثيات المتجه أو أم متجه الموضع أو أم في نظام الإحداثيات الاستوانية هو رو مثل ما قلنا هو مقدار المتجه أو أم داش ثيتا هو الزاوية بين المحور أو X والمتجه أو أم داش إذن هذه هي الزاوية ثيتا وZ هو مركبة النقطة M على المحور Z إذا حبينا نحدد أو نشوف علاقة بين الإحداثيات الكارتيزية XYZ والإحداثيات الاستوانية رو وثيتا وZ فإنه بكل بساطة إذا كانت هذه الزاوية ثيتا فأيضا هذه الزاوية هي أيضا تيتا وبالتالي نقدر نحدد أنه X ليس سوى رو في كوزاين هذه الزاوية المجاورة إذن X يساوي رو في كوزاين تيتا بينما Y هي رو في ساين تيتا اللي هي الزاوية المقابلة وZ يساوي Z كمقدار؟ مقدار المتجه رو عفوا R تربيع هو X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع في نظام الإحداثيات الكارتيزية ويساوي رو تربيع زائد Z تربيع لأنه إذا جمعنا تربيع X مع تربيع Y فإنه يساوي رو تربيع كوزاين تربيع زائد رو تربيع ساين تربيع ويساوي رو تربيع كوزاين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا وهذه القيمة تساوي واحد إذن من هنا إجت أنه R تربيع تساوي رو تربيع زائد Z تربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته